محمد لسود قائد الفرقة اللي اليوم كانت حاضرة في سهرية 25 جوليا في مهرجان الحمامات الدولي الدورة 58 وستينية المسرح اليوم ثلاثة أصوات مع محمد لسود أثمى بن أحمد غازي عيدي ومهدي عيشي والسهرة كانت تحت مسمى سهرة الأغنية التونسية بعد ما فات السهرة مايسترو شنو ال... والله أنا نقول سهرة الأغنية التونسية سهرة الفندين التونسي الفندين التونسي بصراحة لأن الأغنية شنو مفهون الأغنية التونسية ما نجموش مثلا مثلا ما نجموش نقوله عليا ما غير ما نقوله غالي والله غالي والدامعة يعني دامعة وهي أعمال شرقية ولحنوها ملحنين مشارقة ما نجموش نقوله ذكرى مثلا ما غير ما نقوله الأسامي والأغاني السيكسير الكبار اللي عملتهم في مصر أنا نعتبر السهرية هذه تتويج للفنان التونسي للفنان الجاد والصادق اللي قاعد يخدم ولي قاعد يوصل في صوته للعالم الكل وهذا لأنه في الأخر كلما نقوله غازي العيادي ولا ذكرى محمد ولا علاية نقوله تونس هذا أكيد المنظور متاعك أنت الخاص اللي خدمت عليه السهرية هي صهرة الفنان التونسي واخترت ثلاثة أصوات اعتمادك على الأصوات هذه على أي أساس تم على أساس الكمبيتنس السعر لأنه كما سمعته معناتها مهدي معناتها عنده مساحة صوتية كبيرة ويغني للوين الكل عنده تمكن كبير تكنيكما معناتها ماشاء الله عليه وسمعناه من الصوفي للشرقي للتونسي معناتها رهيب لحقيقة بالحق قبيلة وهو يغني في برشة بلايس قاعدت أن نتلفت له ونسمع فيه الحقيقة لأنه وتبعثه في بتسيمة هكا زيدا تعريضاء المايسترو بيانسير لأنه شوف راو راو فما ديزيموسيون يتعديه في الحفلة ديزيموسيون موسيقى 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 والقلبة وشاغك بردوش اللي دويها عيني الملهوفة تستمى باللحظة نشوفها وقلبي من خوفة يرتاح كيفي لديها وعليش تنسي ديني شعلتي عيني طبطير ودمعا على ظلل ذكرا إذا كنت قلت مهدي رهيب وأسمى كانت مذهلة أسمى مشارلة عليها أسمى والله أسمى حتى كي تبدأ جملة موسيقية بسيطة لما تقولها هي بطريقتها تولي تردها الأطلال ولا تولي نحكيه على حاجة أخرى بالحق شوف محلاه التمكن ومحلاه الإنسان كيف يكون مليان بالموزيكة بالحق نقطع التنهيدة اقتراح شكون أنت أو أسمى اللي حبوا عليه أنا وحبيتها ما غير حتى فرقة حبيتها هكاكا لأنه قلت لها هي الغناية فيها جملة بسيطة فيها أربع نوتات الغناية ولكن لما تسمع أسمى شنو عملت بك الأربع نوتات معنات هالناس واللي تقاطع نفس وتسمع فيها غازي عيدي وحده حكاية غازي العيدي شوف بروفيل صعيب يسر عليش صعيد لأنه غازي مطرب وعازف وملحن خاصة راه غازي العيدي توا احنا سمعنا حاجة اليوم ملحنها الشيرين ولكن راه ملحن برشة فنانين كبار كيما غنينا السلطانة التونسي كيما غنينا زادة فما نحب كمام الناس تعرف اللي غازي العيدي هو اللي لحن الغناية ذي كاوله واذاك عليش خرجوا ناس مثلا قالوا ياخي احنا جينا الأغنية التونسية نسمع في الشيرين شنو تقول للناس اللي خمت هكا أنا ما نقولش نسمع في الشيرين أنا نقول نسمع في الغناية اللي لحنها غازي العيدي اليوم اللي سهرة اختتي مت معاك ومعا أسما بن أحمد خليني نبدأ بالديو هذا الفكر التنثنائي انتوا أسما شكون اللي تلعب بها الفكرة السياحة محمد الحقيقة محمد قاعدنا نحكيه بالقداء ما آي قاعدنا نحكيه برشة وتكلمنا قالي غازي علش ما نعملوش حاجة مع بعضكم رأوا الناس تحب تشوف المطربين مع بعضها وسيفري والتونسي أنا ديما نقول نقول رأوا المشكلة متاع الاخوان في الغناي الوتري ماله رزمان الحب مش باين بيناتهم وللأسف هذي هذي مخلينا مخرين رأوا ريتك التريف هذيك اللي مفهماش رأوا هذي هو اللي عملنا الاشكال الكبير أنا نحب الناس كل تغني مع بعضها والله أنا جربت أنا غنيت أنا أيمن للسيق معنا يا أخوي الصغير وعملت أنا ويها زمن المصالح وأول أغنية بتاع أيمن اللي هي صبرك علي كنت أنا فيها وملحنا وعملها وغنيت آخر مرة مع حمودة فلاح اللي هو ولايد من الزغار اللي عنده مستقبل كبير وغني معايا ويعني نحب أنا نغنيوا مع بعضنا لأنه رأوا إلا ما نغنيوش مع بعضنا رأوا الجمهور بيش يحس ديما فما فما قطيع هو حتى كلمة فماش إنتاج مثلا مستحت مسمى ديوكي ما أنت وأيمن حتى في حافلاتكي في نعكا نشوفوهم وإينا لحظت هذا ولا طلب نحبوا نشوفوكم أغاني ثلاثية وثنائية شو المانع عنوية العزوز ثلاثة المتربين يغنيوا مع بعضهم عليش ديما من عليش عليهم فما يشكال في الموسيقى يعجبوني في أنهم يغنيوا مع بعضهم هذيك حاجات أخرى أما يغنيوا مع بعضهم تحس أنه مصحتهم دائرة مع بعضهم إحنا حتى كي تبدأ فما مصحة لنا من اقتنموش الفرصة بشنا نشحوا بها من هذا المنبر نحب نقول لهم يجمع فنانين صحابي وخواتي تحبكم رأوا مذابية تبدأوا أنتم في أحسن مرتبة في الدنيا رأوا يجب نغنيوا مع بعضنا يلزم نمشيول بعضنا يلزم نصحبوا بعضنا رأوا قعد الدومين رأوا فيما أشكال صغيرة إن شاء الله يتصلح إن شاء الله أنت أكثر من المرة قلت راني 30 سنة وعندي كاريير كبيرة حتى حد ما نجم شك فيها لكن الحمامات مرتين فقط هل تعتبر سهرة الليلة هي اللي بش تعمل منعرج في الحمامات على الأقل غازي فما برشة حاجات صاروا الفترة الأخرانية نحب أن نشكر زاد القايمين على المهرجين خاطر وقت اللي قاعدت معاهم معمنا اجتماع مع بعضنا حسوني بقيمتي الحقيقة خاطر فما ساعات وقت اللي واحد يتجاهلك تقول شنية الإشكال معناها فما إشكال أنا ما في بريش بي لا الإشكال يمكن في أنا في السنوات الفاية الكل كنت في مصر على روحي يوم بعد كي جيت من مصر زادة لقيت الأمور مشاكش كبرشة في كل المجالات قلت خلينا نرتاح وخنشوفوا شنو اللي فما طبعا عندي تقريب 5-6 سنين قاعد نخدم بالجداء وطبعا الخدمة اللي بالجداء بعد 5-6 سنين بش تبدأ تعطي في الأقل متاحها والحقيقة عمناه ولوت المهرجين الحمامات قالوا لي غازي رو نتأسفوا رو مالورزمان كيفاش ما مرينيش الدوسي متاعك منعرش فما حاجات سارو والحقيقة نصدقهم لأنهم بس أصحابي واصدقائي اللي هما المستشارين المهرجين وسنين زد شفت الإدارة الحقيقة تكلمنا مع بعضنا بالجداء وحسيت بهم اللي يعرفوا القيمة الأساسية متاع غازي هذيك عليش قلت معناها بنسبة 100% إن شاء الله نكون معاكم العمجي والبرستاسيان سناء والناس متقبلتها والحمد لله والناس السنفية الحقيقة رو في بارتو في كل البلايس ولا في كل البلايسة عندي على الديجيتال الناس سيغازي نحبوا نشوفوك سيغازي عندي برش حفلات البر إن شاء الله ومعناها أنا نقولك بديت خير قطرة والحمد لله اللي جاي كبير يسر إن شاء الله اللي جاي كبير يسر وحمامات رو تحذير خاص جدا شوف أنا راو ديما نحذر موزيكتي حتى يبدأ ما عندي حد شي تلقاني نحذر حاجاتي ونحذر موزيكتي فما بالك إذا كان يبدأ عندي أنه أنا نعرف اللي فما سهرية جاية وفما خدمة وفما ناس بيجي تتفرج راو ذايا مما لا شك فيه بش نكون حذر له 100% وبش يكون فيه تشريك معايا البرشا مطربين اللي هما ينجموا يكونوا أصدقائي وينجموا يكونوا هما يلزموا معناها إيه الماريت معناها فنان بش يطلع وما تلعش أنا النجم نطلعوا معايا ونلقالوا كيفاش بش يغني معايا ويبدأ موجود معايا ونحب أنا فما فما لحمة في الموزيكة وناس تجي تشوف حاجة جديدة أسمى بن أحمد اليوم في عيد الجمهورية اللي قام مميز كان بقيادة المايسترو محمد لسوت انتباعاتك الأولية انتباعاتي الأولية الساعة ارتحنا بيكم طالة أوليد الصغار الحمد لله ستراسي يتنحى ويحدي في مروحه جمهور الحمد لله كبير ومتفاعل محليه يسمع يعطي فرصة حتى كان يبدأ يقول في اقتراحات معين ولا يحب بنسق معين أما متفهم ويسمع معناها ذيك الحاجة اللي محليه ونا ديما مش مفاجأة ليا فستيفال حمام مت نعرف نعرف الكاليتين متاع جمهوره وناعرف الكاليتين متاع الفستيفال الحمد لله بالنسبة لي أنا كانت سهرة مزينة ونيشحى وإن شاء الله يا ربي ديما فيما أفضل وما خير إن شاء الله نتقابل معكم في فرص ما خير الكوكتليت اللي قدمتهم فيهم أغاني مش متداولة هذا اختيار كان منكم أنه تكون فرصة أنه تخليوا الجمهور يكتشف معاكم بطبيعة بطبيعة هو هني قدل كيما قلت قبيلة أنا كنت النجم نعمل حاجات متحركة هكا ومعروفة وكا ونانا حتى حمو ما عملتهش معني أحبين أنا نمن بالتام نمن بالconcept هي مهرجين هي موش مهرجين هي سهرة الأغنياتونسية أغنياتونسية بما فيها نقدموا توش متاعنا بصمتنا إنتاجاتنا ونقدموا الحاجات اللي بالحق يحكيوا على الأغنياتونسية الكلاسيكيات متاع الأغنياتونسية والحقيقة فما أغنيات وسوليف بالحق أنا نحبها ياسر وحبيت نبعث لها كل المساج متاع الحب وبنسبة لنعمة هذوكم مغيارة مثلا كان فما كل كونيكسيون بالحق أنا ومحمد أنا حابة نغني مغيارة عندي برشا كلما تتعدى نسمحها نحس روحي حسد شبهلي في شخصتي ونحس الجانب ذكا مازال مش يصير ظهر كل هكا الغيارة حسني عرفت ونعمة كيفاش غنيتها تقتل الله يرحمها وجيت في بالنا الاثنين فرد وقت كي قالي هو مغيارة قتلوا ليه 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 ما تقوليش حتينا الحب ونغنيها دونك حاسيت من وقت اللي ماشية لحكاية والمخاخ كي بعضها كمان اللي شوال أخرين خبينا بايي أنه في سهرة فيها غازي عيدي فيها مهدي عيشي والديو اللي تخدم مع غازي شرحكم الثنائيات أخرى مثلا حكيت شو معاه في الإطار أكيد أكيد ثنائيات وقال لأنه ناخذ لحن من عنده أكيد معناتها غازي العيدي ملحن أثبت نجاحه أثبت جمل مزيانة برشة مش منتها وهذه حاجة مفروغ منها وإن شاء الله عليش يكون لي عمل معه يا غدية ما نحسبك تخوّن يا غدية ما نحسبك تخوّن يا غدية كاش ماتت العدوان فيكو فيك ما نحسبك تخوّن